اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات منهج اللغة العربية ومن خلال المحور الثاني علاقتي مع الاخرين نستكمل سويا ابنائي الابطال الموضوع الثاني وهو انا مؤثر معانا النهاردة انشطة لاحظ وتعلم ومن خلال التقويم التكويني يلا بينا اعزائي الطلاب نفتح الكتاب المدرسي ونشوف مع بعض هنعمل ايه في النشاط رقم واحد صفحة 144 تعالوا نشوف مع بعض ونشوف مع بعض اول نشاط عندنا في الصفحة رقم 144 في الكتاب المدرسي بيقول لنا ايه؟ بيقول اقرأ القطعة الاتية ثم اجب كلنا مستعدين نبدأ بيقول ايه؟ بدأت حصة اللغة العربية بكتابة المعلمة هذه العبارة على الصبورة قيل بان شيئا بسيطا كرفرفت جناحي فراشة ما له هذا الشيء اللي يمكن ان يسبب تأثيرا في كل انحاء العالم ثم اخبرتنا بانه تعبير يصف التأثير الناتج عن فعل صغير بمعنى ان فعلا فعلا صغيرا ينتج عنه سلسلة احداث متتابعة ومترابطة كالدومينو لعبة الدومينو لعبة الدومنو اللي كلنا عارفينها فدفع واحدا منها او واحدة منها كفيل بان يجعل الكل يسقط باعا بدون استثناء فنظام تأثير الفراشة يصور الفرق البسيط الذي يمكن ان يسبب سلسلة من الاحداث فمثلا تدحرج كرة سلج صغيرة من قمة جبل يجعلها تكبر شيئا فشيئا وهو ما يمكنها ان تولد دمارا بمعنى ان كرة الثلج اذا تركناها تتدحرج فشيئا فشيئا مع نزولها اللي بيحصل اللي بيكبر حجمها فبتبقى كرة بعد ما كانت صغيرة ليس لها تأثير مرئي او هنبقى حاسين به هيبقى تأثيرها كبير جدا اذا تركناها ولم نتعامل معها طيب يجي بعد كده فاول سؤال على الفقرة السابقة بيقول لي ايه رتب الاحداث الاتية وفقا لما جاء في القطعة يعني ايه احنا قرأنا مع بعض القطعة شفنا احداث فيها مترتبة تعال نشوف بقى الاحداث المرتبة دي ممكن نجيبها تاني ازاي بشكل الفقرة اول جملة عندي بيقول لي ايه او اول حدث بيقول لي اخباراتنا المعلمة عن كرة الثلج الجملة التانية بدأت حصة اللغة العربية الجملة التالتة او الحدث الثالث اخباراتنا المعلمة عن الدومينو اخر حاجة كتبت المعلمة على الصبورة وعايزين نرتب الاحداث اللي عدي دي كلها على حسب الفقرة اللي قرأناها فيها الاعلى نفكر كده مع بعض ايه اول حدث حصل احسنتم اللي هو بدأت حصة اللغة العربية يبقى ده رقم واحد ممكن نكتب عليه رقم واحد بالشكل ده كده بدأت حصة اللغة العربية طيب يا ترى مين هيقول لي او مين قدر يوصل للحدث رقم اتنين عندي من خلال الاحداث بتاعت الفقرة اللي قرأناها احسنتم كتبت المعلمة على الصبورة يبقى هنيجي على اخر جملة دي وهي دي الحدث رقم اتنين كتبت المعلمة على الصبورة الجملة اللي كلنا قرأناها مع بعض اللي هي قيل بان شيئا بسيطا كرفرفة فراشة او رفرفة جناحي فراشة يمكن ان يسبب تأثيرا كبيرا طيب يا ترى الجملة او الحدث التالت من الحدثين اللي فضلين عندي احسنتم اخبرتنا المعلمة عن الدومينو اخبرتنا المعلمة عن لعبة اسمها لعبة الدومينو طيب اخر حاجة طبعا اخبرتنا المعلمة عن قصة كرة الايه الثلج اللي بتتدحرج واذا تركناها سوف تكبر يبقى بنقول دا الحدث رقم اربعة نجي في السؤال رقم باق بيقول لي ايه ماذا فهمت من مثال كرة الثلج اتعلمنا طبعا ان التصرفات السيئة حتى وان كانت صغيرة فانها تسبب اضرار يمكن ان تصل لدرجة الدمار تاني كده هنقول فيهمنا من مثال كرة السلج ان التصرفات السيئة مهما صغرت يعني مهما كانت صغيرة تؤدي الى الدمار تؤدي الى نتائج سيئة تؤدي الدمار في النهاية طيب تعالا نشوف رقم جين بيقول لي ايه بيقول لي من خلال الفقرة اللي قرأناها عايزين نجيب معاني الكلمات دي فبيقول لي اول حاجة ايه عايزين مرادف ها تحرك نرجع كده للفقرة ونفكر كلمة معناها تحرك في الفقرة مرادف يعني معنى يا ترى ايه احسنتم هنلاقي كلمة تدحرج ها يبقى تحرك معناها تدحرج طيب رقم دال عايز مضاد كلمة بناء نرجع كده للفقرة هنلاقي ان عندنا في اخر سطر اخر كلمة في الفقرة وهي كلمة احسنتم كلمة دمار كلمة دمار هي مضاد الكلمة بناء بناء عكسها هدم او دمار اذا هنضع في رقم دال مضاد كلمة بناء دمار في رقم ها بيقول لي مفرد سلاسل في اخر او السطر قبل الاخير عندي الذي يمكن ان يسبب سلسلة من الاحداث اذا مفرد سلاسل احسنتم هي كلمة سلسلة سلسلة اذا سلسلة طيب في الصورة الرقم هاو بيقول لي ايه الاشياء الصغيرة دائما ما تحدث فرقا في حياتنا اكتب مثالا على هذه العبارة من حياتك اليومية مثلا زي ايه ممكن اقول لكم مثلا مثال تستعينوا بيه في حياتكم زي ايه انك مثلا تذكر وكلنا شفنا دوت ان كان ان يكون مثلا لك زميل يحضر لفصلقة مع بداية العام الدراسي في اول العام حدث وانجاء زميل جديد معك وكان كثيرا ما يتحدث اليك بكلمات سيئة لو انت او او انا ها لو كنت تكلمت او تكلمت معه خلاص وردت ما يفعله كان سيكبر الموضوع لكن ها لم ارد عليه الا بالكلمة الطيبة كان يكلمني بالكلمات السيئة ويضيقني وان ارد عليه بالكلمات الطيبة ولا اشتكيه لاحد حتى توقف عن ذلك توقف عن السلوك السيئ ده بل واصبحنا بعد ذلك اصدقاء ولما سألني هو جيف بعد كده بيسألني ليه ما كنت اتصرف معه بهذه الصورة ليه كنت ها بكلمه برد الاساء بتاعته بالكلمة الطيبة وقلت له ايه وقلت له ان معلم اللغة العربية قد علمنا قديما ان مقابلة السيئة بالحسنة يصنع من العداوات صداقات لقوله تعالى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بمعنى ان احنا نواجه اعداءنا بالكلمة الطيبة حتى نصبح بيننا او تصبح بيننا صداقة طيبة طيب تعالوا بينا مع بعض ننتقل من النشاط رقم اتنين في نفس صفحتنا رقم 144 اللي بيقول لنا ايه اكمل العبارة الاتية مما بين القوسين وقعيب لي بعض الكلمات زي ايه زي نصب غمص تداولها مهموما والاخلال تعالوا نشوف اول جملة بتقول ايه بتقول في عطلة الربيع قمت بنقط نفسي بين الكتب في عطلة الربيع عطلة يعني اجازة فترة الاجازة بتاعة فصل الربيع قمت بايه قالوا قمت ما الكلمة المناسبة في هذه الجملة احسنتم قمت بغمص نفسي بين الكتب قمت بغمص نفسي بين الكتب يعني عدت ما بين الكتب اللي انا بحب قرائتها اذا اول كلمة اختار غمص في عطلة الربيع قمت بغمص نفسي بين الكتب جملة الرقم بقى بيقول لي ايه بات صديقي ليلة امس نقط لانه فقد حقيبة في الحديقة يطرى بيقول بات صديقي ليلة امس ماله اللي لانه مش عارفين لسه عايزين نكمل هنا لانه فقد حقيبته في الحديقة حقيبة بتاعته ضاعت في الحديقة طب يطرى بات يعني قضى ليلاته كان سعيد نجوف كده اللي كان احسنتم كما فكرتم جميعا مهموما اذا اقول بات صديقي ليلة امس مهموما لانه فقد حقيبته في الحديقة طيب في الجملة الرقم جين بيقول لي نبهنا المعلم الى اننا قمنا بنقط بقواعد الرحلة المعلم نبهنا ان احنا عملنا ايه في قواعد الرحلة هل نصب ولا تداولها ولا الاخلال بقواعد الرحلة احسنتم زي ما كلكم فكرتم نبهنا المعلم الى اننا قمنا بالاخلال بقواعد الرحلة يعني لم نتبع قواعد الرحلة واخلينا بهذه القواعد الجملة رقم دال بيقول لي ساعدنا المدرب في نقط شبكة كبيرة لكرة القدم ويا طرع اختار ايه انا خلاص اخترت كلمة الاخلال فاضل عندي نصب وتداولها يا طرع اختار ايه ساعدنا المعلم في نقط شبكة ان احنا نعمل شبكة لكرة القدم اللي بتبقى موجودة في المرمى اذا هقول تداولها ولا نصب احسنتم نصب هنا معناها اقامة شبكة لكرة القدم اذا ساعدنا المعلم فيه او المدرب فيه نصب شبكة كبيرة لكرة القدم الجملة رقم هاء بيقول لي ايه بيقول لي اخبرني ابي بان العملة النقضية التي كان يتم يتم نقط قديما كانت تصنع من الفضة العملة اللي كان بيتم تداولها قديما كانت احسنتم تصنع من الفضة يعني ايه بردوك انا حطيت كلمة تداولها لان هي الاخر كلمة موجودة عندي ايه معناها قال لي العملة النقضية التي كان يتم تداولها تداولها يعني تناقلها بين الناس يتداولها الناس يعني بيتبادلها الناس بعضهم وبعض اذا تداولها يعني تناقلها كانت تصنع من الفضة كانت معمولة زمان من معدن من المعادن اسمه الفضة ننتقل بعد ذلك الى النشاط رقم تلاتة تلاتة في نفس صفحتنا صورة النحلة طيب النحلة دي هذه النحلة ماذا تقدم لنا جميعا احسنتم هي تقدم لنا العسل الذي هو يعتبر من اعظم انواع الاغذية التي يحتاجها الانسان يبقى اذا صورة النحلة بتعطينا افضل انواع الاغذية اللي هو العسل خلاص المهم جدا في غزاء الانسان طيب الصورة رقم باء بيقول لي الصورة اللي قدامك دي فيها ايه احسنتم هي صورة فيها بذور صغيرة طيب يا ترى ايه فائدة البذور الصغيرة دي هل نستطيع اكلها طيب لا طيب ايه فائدة هذه البذور هي مهمة في حياتنا كما ذكر ها في بداية النشاط طيب ايه اهميتها احسنتم لو وضعناها في الارض ها وانبتت نباتات بعد ذلك ممكن النباتات دي نستفيد منها باشكال وصور كثيرة اذا هذه البذور ها نضعها في الارض ونرعيها حتى تخرج لنا نباتات واشجار نستخدمها بعد كده في صور وفي اشكال كثيرة نأخذ منها طعامنا ومنها نأخذ مثلا القطن الذي نصنع منه ملابسنا ومنها نأخذ اشياء كثيرة اهمة في غذائنا اهمة في صناعتنا اهمة في اشياء كثير جدا في حياتنا اذا هذه البذور مهمة اخر صورة رقم جين بيقول لي ايه جايب لصورة بعض قطرات المياه قطرات مياه يعني نقط مية وكلنا طبعا مش محتاجين نتكلم عن اهمية المية هنقول انها هي احسنتم هي اساس الحياة فكل كائن حي بيحتاج اليها ليعيش سواء انسان او حيوان او نبات طيب تعالوا بينا دلوقتي ننتقل لنشاط اخر وهو النشاط رقم اربعة في الصفحة التالية صفحة مية خمسة واربعين في كتابنا المدرسي النشاط بيقول ايه النشاط بيقول لي اقرأ الفقرة ثم استخرج كلنا ننتبه مع فقرتنا فقرة بتقول ايه كرة القدم لعبة جماعية اللاعبون متعاونون يساعد بعضهم بعضا لتحقيق الفوث والفريق مقوم من احد عشر لاعبا ويحفظ الجمهور فريقه بتشجيعي طيلة المباراة واول حاجة بيطلب مني في رقم الف عايز مني جملة اسمية جملة اسمية وبين ركنيها يا طرق جملة اسمية بتتكون من ايه حسنتم الجملة اسمية اولا تبدأ باسم تبدأ باسم وبتتكون من ركنين اساسيين وهم المبتدأ والخبر تعالوا نشوف مع بعض كده جملة اسمية هنا من الفقرة زي ما كلكم طبعا عرفتوها كلمة او جملة اللاعبون متعاونون اللاعبون متعاونون طيب عايز ركنها ركنها اللي هم زي ما كلكم اكيد فكرتم هم المبتدأ والخبر فهيكون المبتدأ كلمة اللاعبون والخبر عندي متعاونون طيب نشوف رقم بق محتاج مني في رقم بق جملة فعلية يا طرمين ادري يوصلها احسنتم جملة فعلية يعني تبدأ بفعل هنبحث في الفقرة هنلاقي جملة يحفز الجمهور فريقه فهيبقى الجملة الفعلية بتاعتي يحفز الجمهور طيب عايز رقنا الجملة الفعلية نفكر كده مع بعض يا طرق ايه الركنين اللي بتتكون منهم الجملة الفعلية الجملة الفعلية اتفقنا انها تبدأ بفعل اذا يحفز هو الركن الاول اي فعل اتفقنا سابقا انه لا بد ان يكون له فاعل يزاكر التلميذ يزاكر فعل من يزاكر التلميذ يبقى التلميذ فاعل يشرح المعلم يشرح فعل من الذي يشرح المعلم يبقى المعلم فاعل هنا يحفز الجمهور يبقى الركن الاولاني الفاعل بتاعي يحفز والركن التاني اللي هو الفاعل كلمة الجمهور احسنتم طيب في رقم جين بيقول لي عايز مبتدأ من الفقرة وعلامة رفعه نبص كده اول اسم في الجملة بنسميه مبتدأ الاسم اللي بيتبدي به الجملة بنسميه مبتدأ فنجد كلمة كرة كرة القدم كلمة كرة مبتدأ طيب يطرع علامة رفعها ايه حنا اتفقنا قبل كده ان المبتدأ دائما مرفوع والخبر ايضا دائما مرفوع طيب يطرع علامة رفعه ايه اللي كلمة كرة مفرد اذا مرفوعه وعلامة رفعه احسنتم اتضم فرقم دال بيقول لي ايه محتاج ان حضرتك تطلع لي فاعل من الفقرة دي مين قدر يستخرج لنا فاعل احسنتم هدور الاول على فاعل فنجد مثلا كلمة الجمهور يحفز الجمهور يحفز فعل اذا الجمهور دي فاعل يبقى الفاعل عندي كلمة الجمهور طيب كلمة الجمهور احسنتم هي كلمة مفرد والفاعل دائما مرفوع اذا علامة رفعه اتضم ننتقل للنشاط رقم خمسة يقول لي اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين اول حاجة كلمة متعاونون يطرى الكلمة دي اسم ام فاعل ام حرف بالفاعل احسنتم كلمة متعاونون هي اسم رقم باء كلمة بعضهم هل هي هل هي فاعل ولا مبتدأ ولا خبر ارجع للفقرة يساعد بعضهم بعضا يساعد بعضهم بعضا بعض هنا يا مستر جات بعد الفاعل يساعد اذا بعض دي الفاعل يساعد مين اللي بيساعد بعضهم اذا بعضهم دي فاعل مرفوع بالضمة طيب في رقم جيم بقولي كلمة مكون وعايز يعرف هي مبتدأ ام خبر ام فاعل ارجع الاول للفقرة الفريق مكون الجملة دي نوعها ايه الاول لازم نحدد نوع الجملة عشان اقول دي مبتدأ ولا خبر ولا فاعل الاقي الجملة بتبتدي باسم الفريق يبقى الفريق ده مبتدأ الفريق ماله مكون اسأل مبتدأ بما له او ما لها لو هو مؤنس هيقول لك على الخبر الفريق ماله مكون اذا مكون خبر اذا اختار الاختيار اللي في النص خبر كلمة لعبة مبتدأ ولا خبر ولا فاعل ارجع للفقرة ها كرة القدم لعبة جماعية بدأ باسم الجملة اذا الجملة دي جملة اسمية طيب كرة القدم مالها اين اللي كم فين الكلمة اللي هتتميلي معنى الجملة لعبة اذا كلمة لعبة هنا ايضا خبر ننتقل للنشاط رقم 6 بيقول لي ايه صوب الخطأ فيما تحته خط يلا نشوف مع بعض بيقول ايه التلميذان مجتهدتان التلميذان مجتهدتان وعدت الخط تحت كلمة مجتهدتان بيقول لي ايه الخطأ اللي هنا نفكر كده مع بعض التلميذان دي مسنة لكن مذكر اذا الخبر بتاعي برضو لازم ييجي ايه مسنة مذكر فهقول التلميذان مجتهدتان ولا مجتهدان احسنتم احسنتم هنقول التلميذان مجتهدان في رقم باء يقول لي المهندسين رائعون المهندسين رائعون وحطط لخط تحت المهندسين طب المهندسين دي مبتدأ هل المبتدأ يمفع ييجي مرفوع باليأ حتى لو كان جمع قال المبتدأ لو كان جمع مذكر سالم فبيجي مرفوع وعلامة رفعي الو مهندسون معلمون المجتهدون اذا ننصلح المهندسين هنخليها المهندسون رائعون الجملة رقم جين بيقول لي يجري اللاعبات يجري اللاعبات يجري فاعل بس يجري محتاجة فاعل مذكر واللاعبات مؤنس طب أعمل إيه اللاعبات دي جمع مؤنس هخليها جمع للمذكر فهقول إيه أحسنتم يجري اللاعبون لأنها فاعل والفاعل دائما مرفوع ولأنه جمع مذكر سالم هيبقى مرفوع على مترفعيه ممتازين أحسنتم على مترفعيه الو ثلاثة رقم سابعة بيقول لي إيه أكمل بما هو مطلوب بين القوسين واضبطه يعني يضبطه يعني أحط عليه ضمة أم فتحة أم كسرة تتقدم وعايز مني بينه القسين فاعل يكون جمع تكسير جمع تكسير يعني المفرد بتاعه بنغير فيه طيب مين إيه دي يوصل أحسنتم هقول مثلا تتقدم الفرق فرق مفردها فرقة إذن كلمة فرق جمع تكسير طيب هحط ضمة ولا فتحة ولا كسرة اتفقنا إن الخبر لو جمع تكسير يبقى زي المفرد مرفوع وعلى مترفع الضمة يبقى تتقدم الفرق نضع ضمة رقم بي الفرق وعايز خبر يكون مفرد يا ترى مين وصل للخبر أحسنتم الفرق واضح كلمة واضح بتكمل معنى الجملة وجه مفرد والخبر لو مفرد بيبقى مرفوع وعلامة رفعيه أحسنتم الضمة فالجملة رقم جين بيقول لي تنجح وعايز فعل يكون جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم لمنتهى بألف وتاء زي تلميذة تلميذات إذن تنجح ممكن أقول تنجح ممتازين أقول مثلا المجد مجتهدات طب يا طرح حط ألمت الضبط بتاعتي إيه اللي ده فاعل تنجح فاعل يبقى المجتهدات فاعل ومرفوع جمع المؤنث سالم بيرفع وعلى مترفعه أحسنتم اتضمة إذن فاعل مرفوع ومترفعوا اتضمة آخر جملة بيقول لي نقط مثابرون وعايز مبتدأ في الجملة دي بس يكون جمع مذكر سالم هنقول إيه يا طرح أحسنتم هنضع كلمة اللاعبون مثابرون واللاعبون طبعا هنا جمع المذكر سالم مبتدأ وجايلي جمع المذكر سالم بيبقى مرفوع بلواه طيب ننتقل للنشاط التالي اللي بيقول لي إيه في نشاط رقم 8 بيقول لي ماذا يحدث في مجتمعنا لو قام كل الناس بهذا السلوك السلوكيات دي أول حاجة إلقاء الأوراق على الأرض لو كل الناس رمت وراء على الأرض ها تخيلوا كده أحسنتم هتتلوس البيئة هتنتشر الأمراض والأوبئة طب رقم بيئة بيقول لي قراءة كتاب أسبوعيا تخيل كده لو كل إنسان بيقرأ في الأسبوع كتاب إلا هيحصل أحسنتم هتزيد الثقافة اللي موجودة عند الناس والمعارف وده هيأثر على السلوكيات بتاعتنا طيب فرقم جيم بيقول لي الإصراف في الماء يعني التبذير في استخدام المية إلا هيحصل لو الناس أصرافت في المية أحسنتم لن يكفي الماء متطلبات الناس الشخصية ولا الزرع ولا الحيوانات وهيحصل جفافة في الكون طيب رقم دالبي يقول لي إيه مساعدة الغير والتصدق على الفقراء لو بنساعد بعضنا إلا هيحصل حسنتم هيبقى فيه محبة ومودة يبقى هتنتشر المحبة في المجتمع وتختفي خلاص كثير من الأمراض الاجتماعية السيئة زي البخل طيب والسرقة آخر حاجة يقول لي ممارسة الرياضة بشكل دوري يعني بشكل مستمر يا طرع لو مارسنا الرياضة ممكن يحصل إيه حسنتم تصبح أجسامنا قوية وصحية دلوقت جمعتنا مع آخر نشاط عندنا اللي بيقول لي اكتب سيرة غيرية لأحد أفراد أسرتك توضح فيها سمات شخصيته وأبرز أعمال المؤسرة في البيت أو العمل يعني إيه أنا هكتب سيرة شخصية غيرية أو سيرة ذاتية غيرية يعني عن الغير بمعنى هتكلم عن شخص آخر وتعلمنا خلاص بتكتكون من إيه السيرة الغيرية دي قبل كده طيب تعالوا نشوف مع بعض هنبتدي بإن إحنا نحدد اسم الشخصية أهم أعماله ونحدد هنتكلم عنه عن إيه بعد ما جهزنا المادة العلمية بنبتدي نكتب عن هذه الشخصية ممكن أساعدكم بإن أقول لكم سيرة غيرية كتبتها عن أحد سأقول لكم إيه كتبت مثلا أبي العزيز هو قدوتي ومثل الأعلى فهو من أعلام التدريس في محافظتي ولد في عام 1965 بمحافظة ألف يوم وبعد إتمام دراسته في مدرسة المعلمين عمل معلما بالتربية والتعليم ثم موجها بها وأكمل دراسته التربوية بكلية التربية ودراساته ودراساته العليا حتى ينال درجة الدكتوراه وعمل مديرا للإدارة التعليمية وقد أظهر اهتماما كبيرا بتطوير المدارس والتعليم بإدارته التعليمية وعمل على تعليم الكبار في الفترات المسائية بمدارس الإدارة لمحو أميتهم وكان يشارك في تدريسهم بنفسه فأنا أحب أبي كثيرا وأراه أنه من المؤثرين في مجتمعه وعمل دائما على تقديم الأفضل له ولا زال يقدم ذلك في أسرتنا بجلوسه بين أبناء بين أبنائي وأبناء إخوتي ويساعدهم في دروسهم بارك الله في عمرك يا أبي وأسعدك عليكم عزائي الطلاب أن تدربوا أنفسكم أيضا على الإبداع والانطلاق في الكتابة فأنتم الآن في الصف الرابع للبدائي تستطيعون التعبير عما تريدون في النهاية أبناء الطلاب عايز أقول لكم أني كنت سعيد جدا معاكم في لقاءنا اليوم وسوف أكون في انتظاركم في لقاءات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة